السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو كنت عملته من ساعات عملته بالليل اسمه أول مرتب أبطه والحمد لله قزة الحد كليبنا على واتساب وفيسبوك وعلى اليوتيوب استفاد من الفيديو او كان مترودة في حاجة فالفيديو ده راح لا هو ده الطريق الصح عجب وحاجة معينة ويعني لو واحد بس استفاد فاني دي حاجة حلوة جدا ان واحد بيبقى مبسوط بيها تمام؟ اكتر من انت مثلا تعمل مليون مشاهدة بس بكلهم وقتهم ضاع ويدوا عليك يوم الايام لو واحد بس استفاد ابرج بكتير من مليون واحد دخل ضاع وقته بخلاص واحد الاسحابة عبدالله بن عمر بيقول لك يعني وكان كثير القيام منكسير السراع لو اعلم ان الله تقبل مني راقعة لك انا احبه ليه مديني واخره راقعة واحدة فمن ضمن الحاجات في احد الاصدقاء الافاضي كان سأل سؤال انا بس كتبت تاني احساس ايه موضوع كلمة انجزة فكتقلبك كلام اول شغلانة لك كانت في مجال البم اول شغلانة اشتغلتها ما كانش في مجال البم كان كلكاد بس من اول يوم وانا ببقى يدور على سؤال يعني خلي سؤال ده في ذهنك لو صاحب المكتب حب ان هو يمشي 10% بالمكتب ويضملك ان انت من 10% ويخليك انه يتمثق بك لو ماشى 10% اللي يخليك انت اللي موجود ولو ماشى 90% اللي يخليك انت من 10% اللي موجودين من غير شغل ان انت تدربتميلك لانه تتفترض على قدر ربنا او تحاول تاخد حاجة من حرام هاي الفكرة كلها ان انت بتبقى مد ميزة يعني مد النفسك ميزة مش لازم ميزة البم البم مش هو اقول حاجة البم هو اداية فانت ممكن تمائز نفسك مثلا بان انت قوي في الانجليزي مثلا او قوي في ان انت عارف العمل لو بتتكلم معاهم او ان انت بتعرف تعمل حسابات او ان انت بتعرف معها ان انت بتبخلش بالمعلومة على زمائلك لو حتى لو هملك تدهالهم انا اول ما تعلمت البم او ودارة المشاريع او استدامة او الحاجات دي كلها والتبان ده للناس في المكتب والحمد الله والناس في المكتب كلهم شادين عن كده تعالوا شوح لوكوا واخدوا اللابتوب واخدوا بعض الشغل اللي عايز ولو حد عايز فا اي مكان كنت تروح لحد البيت تعود الشوح للحاجات دي لان العلم ده مش ملكي العلم ده يعني لازم توصله يعني ما تبقاش عرفت معلومة وتموت بيها يعني واحد بخاف ان الواحد يموت وكنا عنده معلومة مالهاش لحد وكتمها اه ايه ما ده تأثير على المكتب الحالي ايه ما هيكة البداية يعني لو الواحد اه الشغل دامه وابش فاهم وابش فاهم الشغل اللي عامل ازاي والحاجات دي كلها مالهاش لازم يعني اول حاجة عملتها اول ما اشتغلت روحت مركز بحث البناء او عشان اكون دقيق واللي هو اللي راح وجاب الاكواد كلها ومعمارة وقلشها وكهروميكانيكل وعندي الغد والفاير فايت وكل وعندي وعط بعض اقرأ فيها وبشكل دوري يعني انا راح مسك كود المعمار اقرأ فيها ازهان بقرأ هو بشتريت الشغل كده انت مفروض الواحد بيحاول بس بردو الواحد بيحاول يقوم ذكرته بحيث ان لو انا عصت صفحة بالكودة بيعارب موجودة فين افتحها اليها عطول لو تنسح شباب صغير بخصوص اول شغلينة تنسلحنا بايه انا اقلم ان انا صحب بس يا الفكرة كلها لو جات لك اي شغلينة وانت معندكش بديل روح امتى نتكلم في بداية لو في اكتر مديل لو انت عندك مكتب فني وموقع اخطر انواحد فيهم انزل ومتعدش في البيت انا اول شغلينة شغلتها كان الوالد بيقول انت بتحب البرمجة وبتحب كنت ساعتها بدرس اوريكل وسيرفر واسي بي فقال لي كامل الدراسة اقلتوا لا انا لازم انزل مكتب وخبرة واتعلم فالنصيحتي المتعدش في بيتي مش لازم تستني فرصة في مجال البيم انت البيم مش كل حاجة في حاجة كتير هتعلمها بالورقة والقلم والحاجات هتعلمها بالكاد وحاجات تعلمها وهتسابك كتير جدا بالعكس ده واحد تركز على موضوع البم بس وش فاهم التصميم فده مش يطالك شغل خلص ده هيبقى موديلر وخلص لازم تبقى فاهم شغل التكييف وشغل الصحي وشغل الحاجات بتاعتك ما حدش يخش على خلص صغيره ويحاول يتعمق فيه يعني ما حدش يقول لا ده انا عايز اعمل حسابات التكييف وحسابات المية وحسابات الفحرابة وحسابات الاستراكشر لا ما ينفعش هتلاقي نصك ضعيف في كله حتى في التخصص بتاعك ركز على التخصص بتاعك الفيديو بابلك فمن ما تكلم بابلك ركز على التخصص بتاعك حاول تطور نصك يحاول ان لو حد بالمكتبك راح مكتب تامي ويقول لهم ده بلان ده كويس هتوه يعني اكتر شغلات اللي شغلتها كنت شغل في المكتب واحد فحبنا راح مكتب التاني ويقول لهم لا انا كنت شغلت في المكتب في واحد اسمه اكس مثلا ده كان شغلات اللي شغلونا دي جاريت نجيبه يعني هنستفاده هنا في المكتب وطبعا لو انت بتبخل بالمعلومات بش يقول كده لو انت ما بتساعدش الاخرين بش يقول كده لو انت لا ترى حاول بيحبك يعرف ان العلم ده بش حكرة عليه بش هو اللي اخترعه لا احنا بنشغل باوبن سورس ندخلش بمعلومة عن احد مهما كان هاديانته مهما كان لونه مهما كان دولته مهما هو بيسعى العلم خلاص انا بسعى معيه وارح لحد البيت ووعد معيه لا اشرح اقوله كل حاجة في شيء مشكلة خالص لان يقف في كل كبد رأي اطبة صدقة يعني ربنا هو اللي هيحسبك وما فيش حاجة في شطرتك وفيش حاجة يعني كله طوفي من عند ربنا واجهزة قولنا كل خير